تفضلوا استرعيح بسم الله والابن والروح القدسة لله الواحد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين وبنسبة تعيد الرسل وكمان تدشين هذه الكنيسة الجميلة يعيش نيافة أمبى بخمس ويعمر ويتعب ويخدم في أماكن كتيرة وربنا يفرحه بصمر تعبه زي الكنيسة دهية اللي تعب فيها من عشرات السنين لغاية ما ربنا سمح بها كمان أبونا يوحنى بيخدم في المنطقة وخدم أبليه المتنيح أبونا بشوي وأباء كتير خدمه في المناطق دهية لكن ربنا بيقبل الصلوات وبيفرحنا بيوم التدشين يوم تدشين الكنيسة هو يوم كتابة شهادة الميلاد للكنيسة وهو آخر خطوة رسمية في الكنيسة وتدشين الكنيسة بالصلوات بيمر بثلاث مراحل أول مرحلة بيبقى فيها الصلوات معظمها مأخوذ من تدشين هيكل سليمان في العهد القديم والصلوات دهيت بيبقى المرد فيها يا رب رحم كلنا بنقول يا رب رحم بنطلب الرحمة من ربنا المرحلة التانية في الصلوات بنقف الأباء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة حوالين المسبح ونرشم المسبح بعلامة الصليب بس من غير زيت الميرون ونسمي المرحلة دهيت واحنا بنرشم المسبح بيكون المرض بتاعنا أمين يعني استجب يا رب كلمة أمين معناها استجب يا رب ولما بنرشم المسبح بسبع رشمات بنقول له يا رب المسبح ده هيقدم لنا إيه فالمسبح ده هيقدم لنا مثلا غفران خطايانة خطايانة اللي صنعناها بإرادتنا بغير إرادتنا المسبح ده هيساعدنا ان احنا نعيش حياة الفضيلة المسبح ده هيساعدنا ان احنا نتخلى عن الأفكار الرديئة والأفكار الغبية والأفكار الجاهلة المسبح ده هيساعدنا في السلوك المستقيم وهكذا مرحلة الثالثة بنمسك زيت الميرون ونبتدي نصبه على المسبح ونحنا بنصبه على المسبح بنقول اسم المسبح وهو في كنيسة إيه وفي مدينة إيه ويتبع إيه زي شت الميلاد بالزبط نكتب فلان ابن سين وصاد وفلان ده اتولد في يوم كذا وفلان ده هوت اتولد في المكان كذا فبرضو بنقول المسبح ده على اسم مثلا القديس ماري مرقص والقديس ماري زي المسبح البحري مثلا ونقول المسبح ده موجود في كنيسة اسمها كنيسة القديسين بوتروس وبولوس الرسولين وكنيسة دي موجودة في مدينة اسمها النبارية والنبارية دي بتتبع إبارشية البحيرة وكل تعباح تخصيص عشان كده كلمة تتشين معناها تخصيص ومعناها تقديس ولما نرشم الرشومات ده هي المرض بتاعنا يبقى قال له يا مرض الفرح كلنا فرحانين بقى إن الله عطانا النعمة الكبيرة ده هي وإن المكان ده بقى مكان رسمي وكنسي ومدشن ومخصص ومسمى بالتسميات القديسين إحنا دشنا المسبح الأوسط على اسم كنيسة القديسين بوتروس وبولوس المسبح البحر على اسم القديس ماري مرقص والمسبح الإبلي على اسم القديس ماري يحنى الحبيب يعني كلهم من أباء الرسول والتلاميذ وكنيسة تحت على اسم العدرة والمعمودية دايما تتدشن على اسم يحنى المعمدان ودشننا كمان الشرقيات اللي هي بنسميها أيقونات أو أيقونة البنتوكراتور يعني ضابط الكل اللي هي في حضن الآب ودشننا أيقونات حامل أيقونات النهاردة يبقى يوم فرح وهو عيد ثابت خمسة أبيب 12 يوليو من كل سنة عيد الرسل وكمان بقى العيد الرسمي بتاع الكنيسة زي ما كل واحد فينا له عيد ميلاد الكنيسة لما بتتدشن يوم تتشنها بيبقى يوم عيد ميلادها بيتعمل فيها احتفالات وبتعمل فيها نهضات وبيتعمل فيها مناسبات لكن فوق ده وده بنعمل تمجيد لربنا ونشكره على نعمه وعطيه ربنا يدي سيدنا الحبيب نيافة أبا بخوميوس يدي له الصحة والعمر الطويل ويفرح بالخدمات الكتيرة والأتعاب الكتيرة والصمار الكتيرة اللي ربنا بيبعتها وبيفرحنا بيها على إيديه يبارك كل الأباء الكهنة في البحيرة وهنا خدمة المكان أبونا يحنى وكل الأباء اللي بيخدموا في المناطق دهية ربنا يبارك الأتعاب ودايما مع الصلوات ربنا بيحقق معجزات كتيرة خالص كل سنة وانتو طيبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر